اشتركوا في القناة والذي تنظمه المملكة في الرياض سنوياً ابتداء من صيف عام 2024 حيث ستشكل البطولة منصة مهمة تسهم في الارتقاء بقطاع العلعاب الرياضية الإلكترونية الذي يشهد نمواً متزايداً وسترصخ مكانة المملكة كوجهة رائدة لأبرز المنافسات الرياضية والعالمية جاء ذلك خلال مؤتمر الرياضة العالمية الجديد التي تستضيفها المملكة حيث أعلن الأمير محمد بن سلمان إنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضيات الإلكترونية وهي مؤسسة غير ربحية ستتولى تنظيم البطولة وستكون المحرك الذي سيمكن هذا القطاع إلى فرصة جديدة من التعاون بين جميع الشركات والجهات المعنية بمنظومة الألعاب الرياضية الإلكترونية لاستفادة من إمكانياتها الحقيقية وتعزيز نمو واستدامة القطاع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته